كما قلنا لحضراتكم أنه النهار ده في مباراة مهمة جدا كل الناس مستنيها كل الجماهير مستنيها طبعا برشلونا ويوفينتوس الناس كلها مستنيها تشوف رونالدو ومسي مرة تانية بعد غياب يمكن أكتر من سنتين أنهما يلعبوا مع بعض ويمكن من بعد ما رونالدو ساب الدوري الإسباني وساب ريال مدريد مفتقدين أوي فكرة كلاسيك والأرض بين برشلونا وريال مدريد ما بقاش زي الأول طبعا النهار ده المواجهة تكون مهمة وبالرغم من أن الفريقين يمن خلاص يعني حسموا التأهل لدوري تاني من طبعا دوري أبطال أوروبا إلا أن لسه المواجهة مهمة بالنسبة للناس الناس عايزة تشوف أكتر اتنين أو أحرف اتنين أو أحسن لعبين في العالم رونالدو ومسي هم بيلعبوا مع بعض يمكن يوفينتوس وبرشلونا بيعانوا على المستوى المحلي يعني لو بصينا على يوفينتوس اللي كان مفروض مسيطر على الكرة الإيطالية في آخر عشر سنين مفروض في وقت زي ده يكون على المستوى المحلي متصدر الترتيب وفرق مريح جدا عن أقرب المنافسين وبرشلونا طبعا شرحوا ولكن على مستوى دوري أبطال أوروبا وبالرغم أن المجموعة سهلة طبعا اللي هم فيها إلا أن هم قدروا أن هم يحسموا التأهل ومحققين الحقيقة نجحها أكيد يوفينتوس عايز يعود الخسارة طبعا في مباراة الذهاب في تورين وبعد ما برشلونا قدر أنه يكسب 2-0 وأكيد طبعا رونالدو عايز يهدف في برشلونا النهاردة لأنه من أكتر الأندية الحقيقة برشلونا بالنسبة له واحد من أفضل الأندية على مستوى التهديف يمكن رونالدو جايب 18 جون في برشلونا الحقيقة منفسة كبيرة يعني الناس كلها مستنية بالرغم من أنه زي ما بيقول حضراتكم هي خلاص محسومة ولكن مطش ممتع جدا طبعا في دوري أبطال أوروبا وفيه بقى ضرب نار في الناحية الثانية طبعا منشستر ينايتد وليبزيج في المجموعة الشائكة اللي العيون كلها عليها من الأول مجموعة مهمة والنهاردة يعني احنا بنتكلم على منشستر ينايتد وطبعا باريس سان جرماء وليبزيج التلاتة معهم تسع نقطة يمكن مباراة باريس سان جرماء سهلة ولكن اعتقد ان الليبزيج هيصعب المطش جدا على منشستر ينايتد احنا بنتكلم على فريق الفترة الأخيرة يمكن فرض نفسه بشكل كويس جدا على الساحة الأوروبية وطبعا وصل قدر انه هو يوصل النسخة اللي فاتت يوصل طبعا لنص نهائي دوري أبطال أوروبا هتبقى مباراة صعبة على منشستر ينايتد وممتع لنا كلنا ترجمة نانسي قنقر